سأعرض لكم خارطة مبسطة بسيطة أحدثكم من خلالها حديثا إجماليا وبعد ذلك نذهب إلى الروايات إلى أحاديث الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إنما أعرض لكم الخارطة وسيلة للتوضيح وبعد ذلك أعود إلى الروايات ويمكنكم أن ترابطوا بين المضمون الإجمالي الموجز الذي سأعرضه بين أيديكم وبينما سأقرأه عليكم من الأحاديث الشريفة رجاء أعرضوا لنا الخارطة على الشاشة وتركوها على الشاشة هذه هي الخارطة التي أردت عرضها بين أيديكم وهي خارطة مبسطة جدا ولا أدعي أنها دقيقة إنها تقريبية هذه الخارطة لمحافظة النجف بحسب ما هو معروف في أيامنا بحسب التقسيمات الإدارية في جمهورية العراق هذه محافظة النجف وأعتقد أن مركز المحافظة النجف يعني قضاء النجف ظاهر وواضح على الخارطة بإمكان المشاهدين أن يتابعوا معي الخارطة أعلاها يمثل جهة الشمال أسفل الخارطة يمثل جهة الجنوب إذن أعلى الخارطة جهة الشمال عراقيا وأسفل الخارطة يمثل جهة الجنوب عراقيا أيضا أتحدث عن أرض العراق الناظر إلى الشاشة اليمين يمين الخارطة من حيث المشاهد هذه جهة الشرق ويسار الخارطة من حيث المشاهد هذه جهة الغرب إذن صارت الجهات واضحة فأعلى الخارطة الشمال وأسفل الخارطة الجنوب يمين المشاهد يمين المشاهد الشرق ويسار المشاهد الغرب جهة الغرب هنا جهة الغرب هنا تكون متصلة بأراضي السعودية إذا أردنا أن نذهب غربا من محافظة النجف الاتجاه الغربي مائلا إلى الجنوب الجنوب الغربي والاتجاه الغربي فإنه سيأخذنا إلى صحراء السعودية الخندق الذي أشرت إليه قبل قليل والروايات تحدثت عنه لقد حفروه وأنشأوه منذ سنة 2016 للميلاد أنشئ في هذا الزمان في زمان الحكم العباسي الثاني الهدم في جدار مسجد الكوفة متى وقع؟ تحديداً في 29 سبعة 2013 للميلاد وسأعرض لكم الفيديوات وسأقرأ عليكم الروايات ولكن اصطبروا علي شيئاً فشيئاً إنما أتدرج في بيان المطالب كي تكون الصورة واضحة بين أيديكم رجاء عودوا إلى الخارقة الخندق يكون من الجهة الغربية للنجاف ويمتد لمسافة طويلة إمام زماننا من أين يأتي؟ من أين يأتي؟ إنه يأتي من السعودية بحسب ما عندنا في رواياتنا يأتي من أرض الحجاز التي نعرفها اليوم بالسعودية فإمامنا يأتي من جهة السعودية حتى يصل إلى أرض القادسية تلاحظون في أسفل الخارطة هناك مدينة القادسية في أسفل الخارطة هذه ناحية القادسية مدينة موجودة إنها من النواحي التابعة لمحافظة النجف تبعد عن النجف المركز عن مدينة النجف نفسها تبعد خمسين كيلو متر تقع جنوب النجف غربها الصحراء السعودية فالإمام يأتي من الجهة الغربية لمحافظة النجف من الجهة الغربية الجنوبية من الجهة الغربية بالإجمال نقول حتى يصل إلى أرض القادسيات ليس بالضرورة أن يصل إلى المدينة هذه فهذه المدينة في أيامنا هذه هي مدينة القادسية لكن الأرض التي يقال لها القادسيات أو يقال لها القادسية ليست بالضرورة أنها منحصرة في هذه البقعة التي أسست عليها هذه المدينة في زماننا إنها المدينة هذه وما يجاورها من امتدادات أرضية هذه هي القادسيات بنحو تقريبي الكلام تقريبي والخارطة تقريبية فإن المواضع والأمكنة في الأزمنة القديمة يختلف تحديدها عن المواطن والمواضع في زماننا لكننا نتحدث بلسان التقريب فالإمام يأتي من السعودية من الجهة الغربية من الجهة الجنوبية الغربية حتى يصل إلى منطقة القادسيات فلا يذهب باتجاه شرق النجف لماذا؟ هناك المدن والإمام لا يثق بالشيعة لأن الشيعة قد اجتمعوا في النجف لمبايعة السفياني الروايات تقول الإمام حين يصل إلى القادسية فإن الشيعة يجتمعون في الكوفة لمبايعة السفياني ومن جهة ثانية هناك خندق وهذا الخندق قد جهز بالأسلاك الشائكة والنقاط الأمنية والطائرات المسيرة والكاميرات الحرارية الآن في زماننا هكذا فإن الإمامة كما تقول الروايات حينما يصل إلى القادسيات سيتحرك باتجاه شمال النجف يصعدون إلى النجف يستقر يستقر شمال النجف لأن الخندق سيكون مستمرا عبر هذه الصحراء يستقر الإمام شمال النجف يبيتون ليلة في هذا المكان وعند الصباح الإمام يقول لهم علينا أن نتحرك باتجاه النخيلة رجاء أعيد الخارطة تلاحظون أن القادسية تقع في أقصى جنوب محافظة النجف إنها المدينة الأخيرة في الخارطة كما قلت لكم قبل قليل تبعد عن النجف خمسين كيلو متر الإمام يصل إلى هذه الأسقاع ويتحرك بعيدا عن الخندق في جهة الصحراء يتحرك مصعدا كما تقول الرواية باتجاه أرض النجف لأن أرض النجف عالية ولذا هو يصعد باتجاهها يستقر الإمام وجيشه شمال مدينة النجف يبيتون ليلتهم يتحركون باتجاه منطقة النخيلة أين هي منطقة النخيلة إنها تقع في محافظة بابل الحلة محافظة بابل تشترك مع محافظة النجف في الحدود يمكنكم أن تشاهدوا شمال النجف هناك مدينة عنوانها في الخارطة الكفل مدينة الكفل إنها من المدن التي تقع إداريا ضمن محافظة بابل في زماننا الآن في جمهورية العراق هذه هي منطقة النخيلة منطقة النخيلة هنا وما جاء مذكورا في الروايات من أن الإمام حينما يصل إلى النخيلة يصلي في مسجد إبراهيم هنا في الكفل رجاء أعيد الخارطة على الشاشة فالإمام يتجه إلى منطقة الكفل مع جيشه يصلي في مسجد إبراهيم وسأعرض لكم فيديو عن مسجد إبراهيم في زماننا يصلي الإمام في مسجد إبراهيم إنه إبراهيم الخليل وبعد ذلك يتحرك باتجاه النجف من جهة شرقها فلا يوجد خندق هنا هذا هو السبب الذي يجعل الإمام يذهب إلى الكفل ثم يعود لأن النفق يكون مستمرا محيطا بالنجف قطعا ستكون الحواجز العسكرية في زمن الظهور ستكون أكثر هنا حينما يسمع العباسيون البتريون أهل عناء من أن الإمام قادم سيضاعفون الحواجز والعوائق العسكرية ولذا فإن الإمام لن يذهب باتجاه شرق النجف وإنما سيتحرك في الصحراء ما وراء الخندق حتى يصل إلى شمال النجف وهناك يبيت ليلة الروايات تقول هكذا سأقرأ عليكم الروايات وعند الصباح يتحرك إلى النخيلة النخيلة الكفل تلاحظون موضع الكفل هذه المنطقة يصلي في مسجد إبراهيم مسجد إبراهيم موجود في هذه المدينة في مدينة الكفل وإنما سميت بمدينة الكفل نسبة إلى النبي الذي دفن فيها النخيلة تقع شمال النجف تبعد عن النجف ثلاثين كيلو متر إذن الإمام حينما يدخل العراق يصل إلى منطقة تبعد عن النجف جنوبا بما يقرب من خمسين كيلو متر إنها منطقة القادسيات يتحرك ملتفا بعيدا عن الخندق المحفور حول النجف باتجاه شمال النجف يبيت يبيت ليلة ويتحرك باتجاه النخيلة التي تقع ما بين محافظة بابل ومحافظة النجف ومحافظة كربلا وهي تتبع إداريا لمحافظة بابل النخيلة بحسب ما هو موجود الآن تبعد عن النجف شمالا بزاوية الشمال الشرقي بمسافة ثلاثين كيلو متر يصلي الإمام هناك في مسجد إبراهيم وبعد ذلك يتحرك باتجاه النجف وحينئذ يخرجون عليه جيش السفياني الذي هو مستقر في النجف وقد استقر براحة واطمئنان لأن مراجع النجف فتحوا الأبواب له وبايعوه فيخرج جيش السفياني وكذلك النجفيون شيعة العراق المرجئة الروايات تحدثنا عن مرجئة الشيعة لعنة الله عليهم إنهم أتباع مراجع المذهب الطوسي اللعي هذه الخارطة أمامكم دققوا النظر فيها كي تعرفوا شيئا من ثقافة جغرافيا الظهور الشريف نذهب إلى فاصل أقرأ عليكم من الجزء الثاني والخمسين من بحار الأنوار للمجلس المتوفى سنة 1111 للهجرة وهذه طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان حديث طويل إنه الحديث الحادي والتسعون ينقله المجلس عن تفسير العياش وتفسير العياش جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية عن عبد الأعلى الحلبي قال قال أبو جعفر إنه إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه وهذه ليلة استشهاده إمامنا الجواد استشهد سنة 220 للهجرة ها هو يحدثنا عن زماننا إنه يحدثنا عن هذه الأيام الحديث طويل في صفحة الثالثة والأربعين بعد الثلاثمئة ماذا يقول إمامنا الجواد قال أبو جعفر صلوات الله وسلامه عليه إنه جواد الأئمة لكأني أنظر إليهم إنه يتحدث عن قائم آل محمد وجيشه وأنصاره لكأني أنظر إليهم مصعدين من نجف الكوفة مصعدين من نجف الكوفة من جهة نجف الكوفة وإنما استعمل الإمام هذا التعبير من جهة نجف الكوفة لأن النجف أعلى من الكوفة لأنه المكان المرتفع في أرض الكوفة مصعدين متجهين باتجاه النجف الكوفة لكأني أنظر إليهم مصعدين من نجف الكوفة من جهة نجف الكوفة من أين جاءوا من جهة الحجاز من السعودية في أيامنا لكأني أنظر إليهم مصعدين من نجف الكوفة من هم هؤلاء الإمام يخبرنا عنهم ثلاث مائة وبضعة عشر رجلا هؤلاء هم كأن قلوبهم زبر الحديد زبر الحديد قطع الحديد جبرائيل عن يمينه عن يمين القائم صلوات الله عليه ومكائل عن يساره يسير الرعب أمامه شهرا وخلفه شهرا إنها الحرب النفسية ولكنها بطراز جديد يسير الرعب أمامه شهرا وخلفه شهرا أمده الله بخمسة آلاف من الملائكة مسومين إنهم ملائكة بدر مسومين يلبسون العمائم البيضاء التي لها للعمامة ذؤابتان إنها عمامة رسول الله صلى الله عليه وآله التي قلدها جبرائيل وبعد ذلك الملائكة لبسوا تلك العمائم أمده الله بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وهذا الشعار شعار العمائم البيضاء التي لكل عمامة منها ذؤابتان هذا الشعار شعار في مواجهة العباسيين لأن العباسيين كانوا يلبسون العمائم السوداء من دون ذؤابتان إنها العمائم الطابقية بالضبط إنها عمائم مراجع النجف وكربل هذه رواياتهم ما أنا الذي أقول أحاديث أهل البيت تخبرنا أن الملائكة مسومين وهذا إخبار قرآني هذا المضمون جاء في القرآن ومعنى مسومين في تفسير العترة الطاهرة أنهم يلبسون العمائم البيضاء كالتي لبسها رسول الله وللعمامة ذؤابتان أما العمامة الطابقية التي ليس لها ذؤبتان في أحاديث أهل البيت هي عمامة إبليس هي هي التي يعتمرها مراجع النجف وكربلاء ووكلاؤهم وطلاب الحوزة في النجف وكربلاء المعممون الشيع عموما يلبسون هذه العمائم الإبليسية يسير الرعب أمامه شهرا وخلفه شهرا أمده الله بخمسة آلاف من الملائكة مسومين حتى إذا صعد النجف إذا ما وصلوا إلى النجف ليس إلى المدينة وإنما النجف هضبة مرتفع المدينة جزء من هذه الهضبة حتى إذا صعد النجف الحديث عن شمال مدينة النجف قال لأصحابه تعبدوا ليلتكم هذا فيبيتون شمال النجف فيبيتون بين راكع وساجد يتضرعون إلى الله حتى إذا أصبح قال خذوا بنا طريق النخيلة باتجاه النخيلة باتجاه منطقة الكفل التي أريتكم موقعها في الخارطة إنها تقع شمال النجف في الجهة الشمالية الشرقية تبعد عن النجف ثلاثين كيلو متر في أيامنا هذه حتى إذا أصبح قال خذوا بنا طريق النخيلة وعلى الكوفة لماذا أخذ الإمام هذا الطريق وعلى الكوفة خندق مخندق الخندق الخندق هو الأخدود المحفور وهو من الحواجز والعوائق العسكرية لماذا قالت الرواية خندق مخندق إنه أخدود ولكنه قد أضيف إليه الكثير والكثير من الحواجز والعوائق الأخرى وهذا هو الحاصل في خندق النجف أخدود ويضاف إلى الأخدود الكاميرات الحرارية النقاط الأمنية الأسلاك الشائكة الطائرات المسيرة التي تصور في الأمكنة المجاورة لذلك الخندق فهذا هو الخندق المخندق تريدون أن تشاهدوا الخندق المخندق رجاء اعرضوا الفيديو الذي عرض على شاشة قناة الفرات وهو يتحدث عن منطقة القادسية وعن الخندق الذي سيحفر من جهة غربها من جهة غرب النجف الخرق الأمني الذي شهدته ناحية القادسية مؤخرا دفع باتجاه تأمين الصحراء الغربية ومنخفض بحر النجف بطرق غير تقليدية ومنها استخدام الطائرات المسيرة والكاميرات الحرارية فضلا عن الخندق الذي سيكون بمواصفات لا يسهل اختراقها بحسب رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة تلاحظون هناك خندق ومخندق تضاف إليه العوائق الأخرى إنها الطائرات المسيرة والكاميرات الحرارية إلى سائر الأمور الأخرى ومخندق 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 هناك خندق وهناك شيء يضاف إليه رجاء رجاء أعيد بث الفيديو الخرق الأمني الذي شهدته ناحية القادسية مؤخرا دفعا باتجاه تأمين الصحراء الغربية ومنخفض بحر النجف بطرق غير تقليدية ومنها استخدام الطائرات المسيرة والكاميرات الحرارية فضلا عن الخندق الذي سيكون بمواصفات لا يسهل اختراقها بحسب رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة من هم الذين قاموا بحفر هذا الخندق بإنشاء هذه الحواجز العسكرية هل وزارة الدفاع مثلا هذا الذي يعمل به في دول العالم إنهم المعممون المعممون المحممون هم الذين أنشأوا هذا الخندق المعممون وأتباعهم المعممون إنهم العباسيون بذات أنفسهم رجاء اعرضوا لنا الفيديو من خلال قناة كربلة على صاعد آخر يواصل المعنيون العمل في مشروع حفر الخندق الأمنية المحيط ببادية النجف الأشرف رئيس ديوان الوقف الشعية السيد علاء المسوي خلال تفقده المشروع الذي وصل إلى مرحلته الثالثة أكد أن هناك تضافرا بالجهود من قبل الحكومة المحلية وهيئة الحيج الشعبي والديوان للانتهاء من حفر الخندق في الوقت المحدد له بسم الله الرحمن الرحيم وأعد لهم ما استطعتم من قوة من منطلق قرآني وتحسبا لأي خرق أمني محتمل باشرة الآليات التابعة لديوان الوقف الشعي بالمرحلة الثالثة من حفر الخندق الأمني المحيط في بادية النجف الأشرف بالتعاون مع الإدارة المدنية وهيئة الحجد الشعبي رئيس ديوان الوقف الشعي وخلال تفقده أعمال المشروع أكد تضافر الجهود لإنجاز حائط الصد الأمني في الوقت المناسب بدأ بهذا العمل مقسما بين الجهات الثلاثة كل جهة تكفلت ثلث من أداء هذا الخندق ونعتقد أنها فكرة استراتيجية ومهمة لأمن النجف وأمن هذه المحافظة والعتبة المقدسة وسيتم إنجازها قريبا إن شاء الله كما ترون العمل جاري ليل نهار لإخوة الكرام في هذه المنطقة من الجهات الثلاثة من المحافظة ومن هيئة الحجد الشعبي ومن ديوان الوقف الشيعي يعملون بجد لإنهاء هذا المشروع إن شاء الله بأسرع وقت وعلى أحسن ما يرام نسأل الله تبارك وتعالى لهم جميعا التوفيق والقبول فرقة الإمام علي منذ أن بدء الفتوى وإلى الآن هي ممتدة على هذا المسار ولكن الآن بدأ تحصين أكثر ومشاركة معها أفواج من الاتحادية من محافظة النجف الأشرف اللجنة العليا لدعم الحجد الشعبي أيضا أخذت على عاتقها ثلث من هذه العملية ولله الحمد باشرنا منذ يومين في إنجاز هذا الخندق ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم هذا العمل بتوفيق وأن تكون عملية ناجحة تحفظ للنجف مكانتها وتكون المنطقة آمنة إن شاء الله يتمثل الخندق بحزام أمني يحيط بالمناطق الصحراوية المحاذية لمحافظة النجف الأشرف بعد اكتمال هذا المشروع سيتم نشر النقاط الأمنية والأسلاك الشائكة على انتداده هذه العمائم التي شاهدتموها السوداء والبيضاء هذه العمائم الطابقية التي وردت الأحاديث بخصوصها من أنها عمائم إبليس ومن أن الذي يرتديها في أحاديث أهل البيت يصاب بداء لا دواء له والله هذا جاء في أحاديث العترة الطاهرة بخصوص العمائم الطابقية الذي يرتديها يصاب بداء لا دواء له حينما نسأل الأئمة ما هو هذا الداء الروايات تخبرنا بأن الداء الذي لا دواء له على نوعين النوع الأول هو داء النصب داء العداء للعترة الطاهرة والنوع الثاني هو داء الحماقة الحماقة التي لا دواء لها عيسى المسيح يقول إنني أحييت الموتى لكنني لا أستطيع أن أعالج الأحمق الحماقة داء لا دواء له إنه يريد أن ينفعك الأحمق فيضرك يريد أن ينفع نفسه فيضرها ومن أوضح مصاديق الحماقة الجهل المركب هو يجهل ويجهل أنه يجهل يتصور أنه يعلم وهذا هو داء المراجع وداء أصحاب العمائم الذين يلبسون هذه العمائم الطابقية أبرز صفة فيهم يعتقدون أنهم يعلمون وهم جهال لا يفقهون شيئا لأن من أوضح معاني الحماقة ما يقال له الجهل المركب أن الإنسان يجهل ويجهل أنه يجهل ولذا يريد أن ينفع نفسه فيضرها يريد أن ينفع نفسه بجهله الذي يعتقد أنه علم ولكنه هو جهل من هنا فإن أئمتنا نهنا نهيا شديدا عن أن نتخذ الأحمق صاحبا لأن الأحمق يريد أن ينفعك فيضرك من هنا جاء وصف أكثر مراجع الشيعة زمان الغيبة الطويلة في أحاديث أهل البيت من أنهم يضلون أنفسهم ويضلون الشيعة معه هذا هو الجهل المركب في أوضح معاني أنا لا أقول أن القوم حفروا الخندق الآن في زماننا لحرب الإمام الحجة هذا الخندق حفر في زماننا لأجل صد الحركات الإرهابية التي تأتي من الجهة الغربية إنها الجهة التي تمتد إلى السعودية وتمتد إلى محافظة الأنبار من هنا تأتي الحركات الإرهابية فهذا الخندق حفر لتأمين النجف والمناطق القريبة من النجف من الحركات الإرهابية لكنني أقول من أن أحاديث العترة الطاهرة تحدثت عن هذا الخندق وقالت من أنه سيكون موجودا عند ظهور إمام زماننا هذا يعني أننا في الأجواء القريبة إذا ما صدق فهمي هذه الحقائق موجودة على أرض الواقع تكذبون ماذا تكذبون الفيديوات فهي موجودة على الإنترنت تكذبون مضمون الفيديوات فإن الخندق موجود على الأرض تكذبون هذه الكتب هذه كتبنا القديمة ومنذ مئات السنين وهذه الروايات موجودة فيها وهذه أحاديث الأئمة تكذبون ماذا تكذبون فهمي يمكن أن يكون فهمي ليس صحيحا لكنكم لا تستطيعون أن تنكروا بأنه الاحتمال الأقوى في فهم هذه الروايات يمكن أن يكون فهمي ليس صحيحا نحن لا نتوقع من غير المعصوم أن يأتينا بشيء معصوم قطعا أنا لست معصوما فهذا الفهم الذي أفهمه ليس معصوما وإنما يعتمد على معطيات ومقدمات معينة تكذبون ماذا إذا تركتم هذا الفهم كيف تفهمون هذه الروايات عودوا إليها بأنفسكم هذه حقائق ماذا سنصنع لها هذه كتب قديمة ونحن نعرفها هذه كتبنا وهذه أحاديث الأئمة هذا الحديث منقول عن إمامنا الجوادي المستشهد سنة 220 للهجر ونحن الآن في سنة 1445 ماذا ستفعلون نحن في الأجواء القريبة هكذا تقول المعطيات أنا لا أعلم الغيب ولست ناطقا عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه إنما ألتزم ببيعة الغدير ومواثيقها وأتمسك بوصية رسول الله أن ألجأ إلى الكتاب والعترة في ديني وعقيدتي وفهمي وتحديد موقفي الشرع فما هو موقفي من إمام زماني حينما أعود إلى هذه المعطيات المعطيات تقول من أننا في الأجواء القريبة ويا ليتنا كذلك يا ليتنا كذلك نذهب إلى فاصل ماذا نقرأ أيضا في المصدر نفسه في الجزء الثاني والخمسين من بحار الأنوار في الصفحة السابعة والثمانين بعد الثلاثمائة إنه الحديث الرابع بعد المائتين أبو خالد الكابلي يحدثنا عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه أذهب إلى موطن الحاجة والإمام يتحدث عن قائم آل محمد ثم يسير حتى ينتهي إلى القادسي وقد عردت بين أيديكم الخارطة والفيديو هذه هي مناطق القادسيات مناطق القادسية ومعروف إنما قيل لها القادسيات لأن إبراهيم الخليل قد قدسها توجد عنوين أخرى أسباب أخرى لا أريد الخوض في هذا ثم يسير حتى ينتهي إلى القادسية وقد اجتمع الناس بالكوفة وبايع السفياني هؤلاء الذين اجتمعوا بالكوفة قطعا ما هم بأكراد كردستان ولا هم بسنة الأنبار أو الموصل أو الأعظمية في بغداد هؤلاء الشيعة هؤلاء هم النجفيون الكوفيون الكربلائيون الذين يأتون من محافظات الوسط والجنوب العراقي ثم يسير حتى ينتهي إلى القادسية إلى المكان الذي حدثتكم عنه قبل قليل على الخارطة وقد اجتمع الناس بالكوفة وبايع السفياني ولذا فإن الإمامة لن يذهب من جهة المدن لأنهم قد بايعوا السفياني هؤلاء أعداؤه سيأخذ الصحراء من وراء الخندق حتى يصل إلى شمال النجف ومن هناك يتوجه إلى النخيلة كي يعود إلى النجف من شرقها حيث لا يوجد هناك حواجز وعوائق عسكرية أعود الجواد صلوات الله وسلامه عليه لأن الراوي هو عبد الأعلى الحلبي قلت خندق مخندق قال إيه والله لأن عبد الأعلى استغرب أن يكون خندق مخندق حول الكوفة ليس هناك من سبب أو داع لوجود هذا الخندق يتحدث عن زمانه عن الزمن الذي كان يعيش فيه أيام الإمام الجواد لأن العراق تحت سلطة العباسيين وكذلك أرض الحجاز تحت سلطة العباسيين وبلاد الشام أيضا تحت سلطة العباسيين فلماذا يكون هناك خندق مخندق حول الكوفة هو لا يتصور الزمان الذي سيكون فيه ذلك الخندق إنه زماننا يا عبد الأعلى يا عبد الأعلى يا أيها الحلبي يا راوية الحديث إنه زماننا إنه زماننا سيكون في قادم الأيام يا عبد الأعلى حتى إذا أصبح أصبح الإمام مع جيشه شمال مدينة النجف قال خذوا بنا طريق النخيل باتجاه الكفل وعلى الكوفة خندق مخندق قلت خندق مخندق عجيب هذا قال إي والله لا تستغرب الزمان زمان مختلف قال إي والله حتى ينتهي إلى مسجد إبراهيم بن نخيلة رجاء نعرض لنا فيديو مسجد إبراهيم بن نخيلة في أيامنا هذا موسيقى 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 هذا هو المكان نفسه الذي عسكر فيه أمير المؤمنين وعسكر فيه إمامنا الحسن المشتبة وسيتوجه إليه قائم آل محمد هناك خطبة شهيرة من خطب أمير المؤمنين خطبها في هذا الموضع أما بعد فإن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه إلى آخر ما جاء في هذه الخطبة الشهيرة والمعروفة في التاريخ من خطب أمير المؤمنين وهي من الخطب المروية في نهج البلاغة الشريف هذه الخطبة خطبها أمير المؤمنين هنا في هذا المكان هذا المكان يرتبط بإبراهيم الخليل يرتبط بأنبياء بني إسرائيل وكان كثير من اليهود يعيشون في هذه البلدة في بلدة الكفل وإنما خرجوا من العراق بعد أن تأسست إسرائيل الأحداث التي حدثت في الأربعينات والخمسينات في العراق وخرج اليهود من العراق كثير من اليهود كانوا يعيشون في هذه البلدة فهذه الأرض مرتبطة بإبراهيم الخليل بأنبياء بني إسرائيل مرتبطة بأمير المؤمنين بإمامنا الحسن المجتبى ولها صلة بإمام زماننا كما يحدثنا جواد الأئمة صلوات الله وسلامه عليه حتى ينتهي إلى مسجد إبراهيم بن نخيل فيصلي فيه ركعتين هذه روحياتهم وهذا هو الواقع هذا هو الواقع أنا ناقل أنا أنقل لكم أنا أنقل لكم ما جاء في الكتب وأنقل لكم ما جاء في عالم الإعلام وأنقل لكم ما هو موجود على أرض الواقع والأمر إليكم أما أنا يا شيعة العراق أن تعتبروا بما فعل أسلافكم بما فعل آباؤكم وأجدادكم لقد غدروا بمحمد وآل محمد لماذا تكررون الخطأ نفسه أما أنا لكم أن تعتبروا زماننا هذا شبيه شبيه بالزمان الذي كان مقاربا لأيام عاشورا هذا الزمان شبيه بالزمان الذي كان عليه الناس حينما بدأ الحسين يتهيأ للخروج من الحجاز إلى العراق أنا لا أتحدث عن المدة الزمنية من جاءكم بوقت فكذبوه هذا هو أمر أئمتنا أنا لست في مقام التوقيت وإنما أقول هذه هي الأجواء هيه الناس لم يعبأوا بما يصل إليهم من الأخبار أن الحسين قادم مشغولون بحياتهم اليومية وكان الذكاء لماذا لا تعتبرون بهذا التأريخ لماذا لا تعتبرون بهذه الحقائق التي بين أهديكم وأعود أقول لنفسي إن الاعتبار بحاجة إلى توفيق وإن توفيق بحاجة إلى إخلاص وإن الإخلاص بحاجة إلى عقيدة سليمة فأين هي العقيدة السليمة؟ وأنتم تأخذون عقائدكم من هؤلاء المراجع السفلة في النجف وكربلاء والذين لا علاقة لهم بدين العترة الطاهرة مطلقا لا من قريب ولا من بعيد حتى ينتهي إلى مسجد إبراهيم بن نخيل فيصلي فيه ركعتين فيخرج إليه من كان بالكوفة من مرجئها هؤلاء هم الشيعة مقلدوء المراجع قد تتصورون أن مصطلح المرجئ يختص بنواصب السقيفة بني ساعد هذا الكلام ليس صحيحا وليس دقيقا وإنما أنتم جاهلون بثقافة العترة الطاهرة أقرأ عليكم من رجال الكش وهذه طبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي إنها طبعة الرابعة 2004 ميلادي طهران إيران في الصفحة السابعة والأربعين بعد المائتين إنه الحديث الثامن والخمسون بعد الأربعمائة حدثني الحسن الوشاء عن بعض أصحابنا عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال قال لي الإمام الصادق يقول لبعض أصحابه شهدت جنازة عبد الله بن أبي يعفور إنه من كبار رجال الشيعة الإمام يسأله هل شهدت جنازته في الكوفة في العراق لأن الإمام الصادق كان في المدينة شهدت جنازة عبد الله بن أبي يعفور قلت نعم وكان فيها ناس كثير قال أما إنك سترى فيها من مرجعة الشيعة كثيرا هذا في زمن الصادق فماذا نقول عن زماننا هذا في زمن الصادق هذه الرواية تحتاج إلى وقفة طويلة شهدت جنازة عبد الله بن أبي يعفور في العراق في الكوفة قلت نعم وكان فيها ناس كثير قال أما إنك سترى فيها من مرجعة الشيعة كثيرا فيخرج إليه من كان بالكوفة من مرجئها إنهم مقلدون مراجع هؤلاء هم الذين تحدثنا الروايات عنهم من المصدر نفسه من رجال الكشي في صفحة التاسعة والتسعين بعد المائتين إنه الحديث الثالث والثلاثون بعد الخمسمائة عن المفضل بن عمر عن إمامنا الصادقي صلوات الله وسلامه عليه لو قام قائمنا بدأ بكذابي الشيعة فقتله هؤلاء هم المرجعة مرجعة الشيعة من هم كذابوا الشيعة هل هم باعتوا الفواكه أم هل هم الذين يعملون في مطاعم الكباب مثلا هل هم موظفوا البلدية أم الذين يعملون في المستشفيات هؤلاء يكذبون ولكن مقدار ضرر كذبهم يكون محدودا يتعلق بشؤون حياتهم اليومية الذين يكذبون ويكذبون ويكونون أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه إنهم مراجع النجف وكربلاء كما وصفهم إمامنا الصادق بهذا الوصف في رواية التقليد هؤلاء هم الكذابون لو قام قائمنا بدأ بكذابي الشيعة فقتله هؤلاء هم المرجع المراجع والذين معهم قطعا المراجع بحسب المواصفات التي نعرفها عنهم لا يستطيعون أن يخرجوا للقتال وإنما الذين يخرجون للقتال أتباعه فيخرج فيخرج إليه من كان بالكوفة من مرجئها وغيرهم من جيش السفياني لأن جيش السفيانية قد استقر في الكوفة في النجف أقرأ عليكم من غيبة الطوسي إنه إمام المذهب الطوسي المتوفى سنة أربعمائة وستين للهجرة في الصفحة التاسعة والسبعين بعد المائتين من طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان بسنده عن عمر بن أبان الكلبي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه كأني بصاحب السفياني قد طرح رحله في رحبتكم بالكوفة طرح رحله أي استقر آمنا مطمئنا هذا التعبير عند العرب حينما يقال لشخص قد طرح رحله في المكان أي جاء مسافرا من مكان بعيد وهو ليس من أهل هذا المكان طرح رحله كي يستقر مرتاحا آمنا مطمئنا وهذا هو الذي يفعله قائد جيش السفياني فهو قد جاء من الشام من مكان بعيد هو شامي سوري كأني بصاحب السفياني قد طرح رحله في رحبتكم بالكوفة في مكان واسع كبير في الكوفة فنادى مناديه من جاء برأس رجل من شيعة علي فله ألف درهم لماذا؟ لأن أشياء علي قد فروا من النجف التزموا بتعاليم الأئمة من أن الجيش السفياني إذا جاء إلى العراق فابتعدوا فابتعدوا إما أن تلتحقوا بنا براية اليماني وإذا لم تتمكنوا فابتعدوا قموا بعملية إخفاء أنفسكم فلذا فإن السفيانية يبحث عن شيعة علي إنه يبحث عن المهدويين عن الزهرائيين عن اليمانيين لا أتحدث عن الزهرائيين حينما أصف نفسي ويصف آخرون أنفسهم بهذا الوصف أنني أتحدث عن الزهرائيين الحقيقيين الذين هم أنصار إمام زماننا يبحثون عن هؤلاء قد يقول قائل وأهل النجف أليس هم من شيعة علي لا ليسوا من شيعة علي هم من شيعة المراجع وشيعة المراجع لا علاقة لهم بعلي وآل علي مرت علينا الروايات في الحلقات الماضية من أن إمامنا الصادقة يتحدث عن قتلة الحسين في آخر الزمان ويصفهم بأنهم يزورون قبره ويتشافون بتربته هل هؤلاء الوهابيون الذين يفعلون هذا هل هم سنة الأعظمية من هم الذين يزورون قبر الحسين ويتشافون بتربته الإمام يقول هؤلاء هم قتلة الحسين في آخر الزمان وإمامنا الرضا يقول عنهم من أنهم ينتحلون ولايتنا يعتقدون بولايتنا لكنهم ليسوا منا يحبون إلا أننا لا نحبهم لأنهم على منهج آخر هؤلاء هم كأني بصاحب السفياني قد طرح رحله في رحبتكم بالكوفة فنادى مناديه من جاء برأس رجل من شيعة علي فله ألف درهم فيثب الجار على جاره ويقول هذا منهم فيضرب عنقه ويأخذ ألف درهم إما فيضرب السفيانيون يضربون عنقه أو أن الجار هو الذي يضرب عنقه فيضرب عنقه ويأخذ ألف درهم هذا هو حال النجف الإمام يكون قد وصل إلى القادسية وشيعة العراق تقاطروا إلى النجف لمبايعة السفياني هذه روايات العترة الطاهرة وحينئذ يخرجون لقتال الإمام فيخرج إليه من كان بالكوفة من مرجئها وغيرهم من جيس السفياني فيقول لأصحابه الإمام يقول لأصحابه استطردوا لهم استطردوا لهم فروا أمامهم كأنكم قد جبنتم فروا أمامهم إنها خديعة يريد أن يبعدهم عن المدينة حتى لا يستطيعون الرجوع إليها بسرعة تكون المسافة بعيدة حتى يتمكنوا منهم فيقول لأصحابه استطردوا لهم فروا أمامهم فبعد أن يفروا أمامهم مسافة ثم يقول كروا عليهم كروا عليهم كروا على أولاد الزواني كروا على أولاد التلقيح الصناعي كروا على المأبونين واللوطيين كروا على أبناء العواهر وأبناء الحرام كروا عليهم قال أبو جعفر إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه لا يجوز والله الخندق منهم مخبر لا يجوز والله الخندق منهم مخبر لا يستطيعون الفرار لا إلى المدينة ولا إلى الصحراء ولا يعبرون الخندق ويبدو أنهم قد خندقوا من الجهة الثانية ولكن الخندق قريب من المدينة يبدو أن الخندق ملاصق ولذا فإنهم عبروا الخندق باتجاه الإمام صلوات الله وسلامه عليه إذا كان هذا التصور صحيحا بحسب الذي بيّنته لكم في الخارطة التقريبية وبحسب هذا الشرح الذي شرحته لكم وهو شرح تقريبي إذا كان صحيحا قد تكون هناك معطيات أخرى أجهلها لم تتوفر في المصادر والكتب من المعطيات التي ضاعت ولم تصل أيدينا إليها قطعا نحن نعلم بأن المعطيات المتوفرة بين أيدينا ليست كاملة ولذا فإن صورة لن تكون حقيقية بالتمام والكمال إنما سيكون فيها جانب من الحقيقة وسيكون فيها جانب من التقريب بحسب فهمنا التقريب نذهب إلى فاصل إذا ما جمعتم التفاصيل والمعطيات التي بينتها لكم في مجموعة هذه الحلقات التي عنونتها العالم من حولنا إذا ما جمعتم كل التفاصيل وكل المعطيات فإنكم ستصلون إلى نتيجة واضحة جدا من أننا في الأجواء القريبة من زمان ظهور إمام زماننا لا أريد أن أجعل الكلام بمستوى القطع بدرجة مئة بالمئة لكن المعطيات ترغم آنافنا أن نضع احتمالا عاليا وعاليا جدا يتجاوز الثمانين بالمئة وربما يتجاوز التسعين بالمئة مع وجود هذا الاحتمال هل يصح للشيعي الذي يقول إنني شيعي أنا لا أتحدث مع غير المتدين أخاطب الشيعة المتدين لا شأن لي بغير المتدين أخاطب الشيعة المتدينين الذين يتذوقون هذه الثقافة المرتبطة بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه هل يصح للشيعي أن يمر على هذه المعطيات وعلى هذه الحقائق وعلى هذه النسبة المرتفعة التي قد تتجاوز الثمانين بالمئة وربما تتجاوز التسعين بالمئة هل يصح للشيعي أن يتجاوزها وأن يعبر عليها إلا إذا كان غبيا إلا إذا كان مخذولا إلا إذا كان كذابا منافقا وإلا إذا كان الإنسان يتوقع النفع أو أنه يتوقع الضرر من أمر بنسبة تسعين بالمئة هل يبقى مكتوف الأيدي اتجاه ذلك إنه سيبادر إذا كان الأمر نافعا سيبادر لتحقيق الأسباب لتحصيل تلك المنفعة وإذا كان الأمر ضارا سيبادر لتحقيق الأسباب سيبذل قصارى جهده كي يدفع الضرر عن نفسه الأمر هو هو الأمر هو هو لكن سوء التوفيق هو الذي يحول فيما بين شيعة العراق خصوصا والشيعة عموما وسوء التوفيق هذا إذا أردنا أن نبحث عن جذوره فإن الجذر الأول لسوء التوفيق العقيدة الفاسدة عقيدة الشيعة فاسدة لأنهم أخذوها من مراجع النجف وكربلا ومراجع النجف وكربلا لم يأخذوا عقيدتهم من دين العترة الطاهرة وإنما أخذوا عقيدتهم من علم الكلام الناصبي الذي لا علاقة له بدين العترة الطاهرة مطلقا العقيدة الفاسدة هي التي تجر الويلات على الإنسان في هذه الدنيا وعند الموت وبعد الموت وفي الرجعة وفي القيامة العقيدة الفاسدة النجاة والفوز والنجاح والفلاح في العقيدة السليمة والعقيدة السليمة لها مصدران وهما يشكلان مصدرا واحدا في آخر الأمر قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسير محمد وآل محمد وحديث محمد وآل محمد المفهم بقواعد التفهيم من محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فقط وفقط وفقط فهل عقائدكم يا أيها الذين تقولون نحن شيعة متأكدون من أنها أخذت من هذين المصدرين أم أن عقائدكم أخذت من أصحاب العمائم الطابقية الإبليسية من أين أخذتم عقائدكم عدوا إلى أنفسكم ودققوا النظر في دينكم ولا تبالي بي شخصيا أنا لا أمثل مشكلة بالنسبة لكم لأنني لا أدعوكم إلى شيء إنما أدعوكم إلى إنصاف أنفسكم ولا أدعوكم أن تعاملون بإنصاف لا أبالي بإنصافكم ولا أشتريه بفردة نعل ممزقة لا أبالي به لا أبالي بكم ولا بإنصافكم فقد يقول قائل إذن لماذا أنت تبذل كل هذا الجهد هذه وظيفة الشرعية إنني أؤدي وظيفة الشرعية ولا أبالي بالناس ماذا سيفعلون بأنفسهم ذلك أمر راجع إليهم فخبرتي في الحياة علمتني من أن الناس يعبثون بأنفسهم ويعبثون بأديانهم ودائما أمام عيني وصية رسول الله صلى الله عليه وآله لأبي ذار وهو يأمره أن يبني حياته وفقا لهذه الرؤية من أن الناس حمقاء في دينهم عقلاء في دنياه هذا هو الواقع الذي عايشته طيلة عمري عايشت هذه الحقيقة مع الناس مع القريب والبعيد مني مع أسرتي وعائلتي ومع غيرهم هذا هو واقع الناس فإن الناس حمقاء في دينهم لا يعبؤون بالعقيدة السليمة ولكنهم يعبؤون كثيرا بما يملؤون به بطونهم لا يعبؤون بما يملؤون به عقولهم وقلوبهم من العلم النافع ومن المعرفة السليمة الصحيحة يعبؤون بما يملؤون به بطونهم أتحدث عن المتدينين يبحثون عن الطعام الحلالي ولكنهم يملؤون رؤوسهم بأنجس النجاسات يملؤون رؤوسهم وقلوبهم بالدين المحرم والأفكار المحرمة بدين الضلال الذي يأخذونه من منابع الضلال من مراجع الحوزة الطوسية اللعينة كل المعطيات تقول لنا بأننا في الأجواء القريبة اجمعوا اجمعوا بين المعطيات التي ترتبط بالعلو الإسرائيلي وبالثورة الإيرانية الخمينية وبالحكم العباسي الثاني في بغداد والنجف وبالفتنة الشامية في سوريا وانظروا إلى العلامة الكوفية لا تستهينوا بها هذه العلامة ليست أهميتها فيما تبدو عليه من شق في جدار من هدم في حائط هذه العلامة أهميتها تبدأ من اهتمام الأئمة بها إمامنا الصادق الذي استشهد سنة 148 للهجرة هو الذي حدثنا عنها وقد قرأت لكم الرواية من غيبة النعماني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الإمام يهتم بهذه العلامة منذ ذلك الوقت وها هي أمام أعيننا ونحن لا نعبأ بها نحن الآن في سنة 1445 للهجرة والإمام استشهد سنة 148 للهجرة الحقائق أمام أعيننا ونحن نعيش فيما بينها فهل إلى هداية من سبيل فهل إلى توفيق من سبيل فهل إلى نصرة الحجة بن الحسن من سبيل فهل إلى البراءة من شياطين النجف وكربلاء من سبيل ابحثوا هذا مع أنفسكم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يقول ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر نذهب إلى فاصل شكراً للمشاهدة